السلام عليكم مصعب ابن عمير اول سفير في الاسلام فيما يلي اقرأ على حضراتكم هذا المقال من موقع اسلام ستوري قصة الاسلام بقلم الاستاذ الدكتور راغب السرجاني لقد تمت بيعة العقبة المباركة وعاد الانصار الاثنى عشر الى يثرب ليستكملوا دعوتهم ونشاطهم هناك فكان هذا انتصارا من اعظم انتصارات الدعوة الاسلامية في كل تاريخها ومن المؤكد ان اهل مكة لم يعرفوا عنه شيئا البته فقد كانت المباحثات تتم على اعلى درجات السرية الممكنة هذا بالنسبة الى المشركين اما بالنسبة الى المسلمين فقد طار الخبر بسرعة الى اماكن التجمعات الاسلامية واهمها الحبشة وكان لهذا الخبر اثر طيب كبير على المهاجرين هناك ولم يقف الامر عند مجرد السعادة بل شعر بعض المهاجرين ان هناك بديلا افضل صار متاحا وهو بديل الهجرة الى بلاد الانصار الذين عقدوا البيعة اي الى يثرب ومن ثم قرر عدد من المهاجرين ان يعودوا الى مكة فان كانت الامور قد هدأت فيها اكمل المقام هناك وان تأزم الموقف هاجروا الى يثرب كما ان انباء خضوع قريش لآية القحط الذي مر بهم وانكسارهم امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم منه ان يدعو ربه ليرفع البلاء يمكن ان تكون قد وصلت الى الحبشة بل لعل المشركين قد اظهروا بعض بوادر الاقتراب من الايمان لان الله عز وجل ذكر انهم عرضوا ذلك فقال على لسانهم بسم الله الرحمن الرحيم رب نكشف عننا العذاب انا مؤمنون من سورة الدخان الآية الثانية عشر فهم قد عرضوا الايمان في هذا الموقف ومن المؤكد ان هذا الخبر قد وصل كذلك الى الحبشة بل ان بعض المشركين قد يكونوا قد دخلوا ظاهريا في الاسلام بشكل مؤقت لان الله عز وجل قال انك يشفون عذاب قليلا انكم عائدون سورة الدخان الآية خمسة عشر فمعنى ذلك ان بعضهم غالبا امنوا ثم عندما كشف الله العذاب عادوا الى كفرهم وليس عندنا في الواقع دليل مباشر من السيرة النبوية يؤكد ايمان بعض الكافرين ثم ردتهم ولكن السياق القرآني يوحي بذلك والله اعلم هذه الاخبار دفعت بعض المهاجرين الى الحبشة للعودة الى مكة ولعل هذا كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه لان كتب السيرة لم تنقل لوما او عتابا لهؤلاء العائدين عاد تقريبا من الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلا وبعض النساء وكان من جملة العائدين ابو سلمة ابن عبدالاسد وزوجته ام سلمة وعبدالله ابن سهيل ابن عمر وهشام ابن العاص ومصعب ابن عمير وغيرهم والان لنعد ترتيب الاوراق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لدراسة الوضع الحالي الذي وصلت اليه الدعوة الاسلامية في اواخر العام الثاني عشر من البعثة واوائل العام الثالث عشر منها الوضع في مكة الان هادئ نسبيا وقد انضم الى القوة الاسلامية بها بعض المهاجرين العائدين من الحبشة ولكن من الواضح انه كان هدوءا حذرا لان اهل مكة لم يبدو بوادر الايمان الا عند اشتداد القحط ووضح الله عز وجل في سورة الدخان انهم سيعودون مرة ثانية الى الكفر ومعنى هذا انه من المتوقع ان تعود وطيرة الايذاء قريبا من حالتها الاولى في خلال شهور قليلة هذا بالنسبة الى مكة اما الحبشة فاوضاعها مستقرة وما زال بها عدد كبير من الصحابة بقيادة جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه والدعوة ما زالت مستمرة في اليمن وغفار عن طريق الصحابيين الجليلين الطفيل ابن عمر الدوسي وابي ذر الغفاري رضي الله عنهما اما التغير المحوري الجديد فهو النشاط الايماني الملموس في يثرب خاصة بعد باعة العقبة الاولى فقد لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه طبيعة الانصار الذين بايعوه وعرف الصدق في قولهم وفعلهم ووجد الحمية عندهم لنشر الدين ودعم الاسلام وهكذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك ان هذه المدينة اي يثرب سيكون لها شأن كبير في الايام المقبلة ومع انه حتى هذه اللحظة لم يكن يعرف على وجه اليقين انها ستكون بلد المهجر وان الدولة ستقام هناك فانه وجد انه من الاولى ان يعطيها اهتماما خاصا حتى يحقق اكبر فرص النجاح فكيف سيكون هذا الاهتمام وماذا يمكن ان يقدم لهم ان معلومات الانصار عن دين الاسلام ما زالت قليلة والقرآن الذي يحفظونه محدود للغاية في ذلك الوقت وقدرتهم على رد الشبهات واقناع المتحيرين وادارة المناظرات ونحو ذلك من امور متوقعة في هذه الاحايين هي قدرة بسيطة نسبيا نظرا الى حداثة اسلامهم وبعدهم في السنة التي اسلموا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة القدامى فاذا نظرنا الى هذا الوضع والى الامال المعقودة على يثرب كمكان مناسب لإقامة الدولة فانه لا بد من رفع المستوى الايماني والعددي للمسلمين هناك وهذا لن يكون الا عن طريق ارسال احد الراسخين في العلم من الصحابة الى هذا المكان ليصبح مصدرا للعلم والقرآن والسنة وليقود حركة الدعوة الاسلامية على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطبع فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يهاجر بنفسه في هذه المرحلة الى يثرب لانه من ناحية لم يؤمر بذلك من الله عز وجل ومن ناحية اخرى لا يطمئن تمام الاطمئنان الى شعب يثرب في هذا الوقت فهو لم يبايع حتى الان الا 12 رجلا فقط اما بقية الناس فلا يدري شيئا عن مدى تقبلهم لفكرة الاسلام وجاء وقت اختيار هذا المبعوث النبوي الخطير الذي سيوكل اليه نقل كل صغيرة وكبيرة عن الاسلام الى يثرب واهلها فمن يكون هذا الرجل ان هذا السفير ستكون له مهام عظيمة فسيكون من مهامه ان يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل يثرب سيأتي اليهم عن طريق هذا السفير لكنه ليس سفيرا نمطيا ينقل الرسائل فقط بل له مهام اخرى جليلة فعليه ان يكون صورة متحركة للاسلام وقدوة للمسلمين وغير المسلمين وعليه ان يعلم المسلمين دينهم وعليه ان يدعو الى الاسلام افرادا جددا اي ان عليه ان يزيد في القاعدة الاسلامية في هذا البلد النائي حتى تصبح حماية الدين موكولة الى افراده انفسهم وليست معتمدة على اي نوع من الدعم الخارجي ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد للمسلمين من اهل مكة اذا جاءوا الى يثرب في حال ما اذا كانت هي دار الهجرة ان يعيشوا فيها كجالية اجنبية تعيش في بلد مضيف فهو لا يريد لهم وضعا كوضع المهاجرين في الحبشة فالمهاجرون في الحبشة وان كانوا قد اتيحت لهم حرية العبادة ونعمة الامن فانهم شبه معزولين عن المجتمع النصراني الذي يسكن هناك ويعيشون كاقلية محدودة تمكث في هذا المكان لفترة ما ثم سيكون الانصراف اما الوضع الان في يثرب فهو مختلف فالرسول صلى الله عليه وسلم يخطط لاقامة دولته ولابد للدولة ان تعتمد على ابنائها لحمايتها ولابد ان تكون الحمية في اهل يثرب كالحمية في قلوب المسلمين في مكة لذا فان على السفير الجديد ان يمهد البلد نفسيا لاستقبال المهاجرين من مكة والحبشة ومن اي مكان اخر كما ان على السفير الجديد ان يدرس احوال يثرب العسكرية والامنية والاقتصادية لانه من المحتمل ان تصير دار الهجرة ومن هنا كان الدور الجليل الخطر للسفير الذي سيرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا المكان فعليه مهمة التخطيط لاقامة دولة وهي مهمة صعبة ولا شك فممارسة الدعوة بين اناس يعرفهم الداعية ويعيش معهم وبينه وبينهم علاقات هو امر مفهوم وميسور لكن ان يقوم الداعية بمهمته في مكان لا يعرفه فيه احد ولم يزره قبل ذلك في حياته ولا يعرف طباعه وتقاريده فهذا امر عسير بل ان هناك تباعدا كبيرا جدا بين اصول الاوس والخزرج واصول قريش فقريش من اولاد عدنان بينما الاوس والخزرج من اولاد قحطان وكل هذا يصعب من مهمة الداعية المرسل الى هذا البلد بالاضافة الى كل ما سبق فان هذا السفير الذي سيرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ايضا ان يرتفع بالمؤمنين الى اعلى درجات الايمان فلا يكفي فقط ان يقنع الناس بقبول هذا الدين فما اكثر من نراهم من المسلمين ولا يعملون للاسلام بل ما اكثر المحسوبين على هذا الدين وهم يعملون ضده ويحاربونه ويكيدون له فمهمة السفير ليست فقط في تكثير الاتباع ولكن في رفع مستواهم الايماني الى اعلى درجة فان اعباء المستقبل ضخمة للغاية ولن يحملها الا افذاذ الرجال واخيرا فان هذا السفير لن يكون له سند من اخوانه المسلمين القدامى ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على فترات متباعدة فالمسافة بين مكة ويثرب حوالي خمسمائة كيلومتر ولن تكون هناك فرصة للاستشارة في كل صغيرة وكبيرة ولذلك فان هذا السفير لابد ان تكون حصيلته العلمية ضخمة لكي تكفيه في هذا المكان النائي ولابد ان يكون من الرجال المستقرين نفسيا الذين لا يحبطون بالمعادات والتكذيب ولابد ان يكون من الرجال المخلصين جدا الذين لا يستقطبون الى غيرهم باغراء من اغراءات الدنيا مهما عظم ولابد ان يكون هادئا سهلا لبقا في كلامه دبلوماسيا في حواره حتى يستوعب اهل يثرب ولا ينفرهم من الدعوة ولابد ان يكون متحمسا لدعوته لا يكل ولا يمل لان الوقت الذي يمر عليه هناك في يثرب وقت ثمين ففي كل لحظة تمر يعاني المسلمون في مكة من الام جديدة وكذلك المسلمون في الحبشة يعانون الم الغربة وكلما اسرع هذا السفير في مهمته اقترب معاد الخلاص من هذه الالام انها مهمة صعبة للغاية لا شك نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه فوجد ان كثيرا من صحابته تنطبق عليهم صفات السفير المطلوب فقد كان هذا الجيل الاول حقا جيلا فريدا لكنه مع ذلك اختار من بينهم رجلا واحدا وجد انه انسب الناس لهذه المهمة الجليلة الخطرة فمن اختار لقد اختار الصحابي الجليل مصعب ابن عمير رضي الله عنه ولماذا مصعب ابن عمير رضي الله عنه على وجه التحديد لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما لأبعد دراجات الحكمة عليما بالرجال الى ابعد دراجات العلم فقيها في امور الدعوة والدين والدنيا والسياسة وامور المعاملات الى ابعد دراجات الفقه ولقد بحثت في اسباب اختياره صلى الله عليه وسلم لمصعب ابن عمير رضي الله عنه فوجدتها اسبابا كثيرة ومهمة جدا ولا شك ان هناك اسبابا غيرها فان لنا ان نحيط بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي بعض الاسباب فيما ارى اولا كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه من اعلم الصحابة وكان يحفظ كل ما نزل من القرآن ولم يشتهر عنه ذلك العلم لانه مات مبكرا فقد مات رضي الله عنه في غزوة احد في السنة الثالثة من الهجرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم حفظة القرآن في كثير من الامور في الصلاة وفي الامارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج بعض اصحابه بما يحفظونه من القرآن بل كان اذا مات رجلان في غزوة واراد ان يدفنهما في قبر واحد قدم اكثرهما حفظا للقرآن فالدعوة بالقرآن ليست كالدعوة بغيره من الكلام فشتان بين كلام الخالق وكلام المخلوق وشتان بين ان يذكر الداعية اية من القرآن بنصها كما نزلت وان يذكرها بمعناها خاصة في هذه البيئة العالمة بفنون اللغة واصولها والمدركة لعجاز هذه الكلمات ثانيا كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه يتصف باللباقة والكياسة والهدوء والصبر وسعة الصدر والحلم وكل هذه الصفات صفات اساسية في الداعية الناجح فكثير من الدعاة يحملون علما غزيرا وقرآنا كثيرا لكنهم يفتقدون الى الحكمة في توصيل هذا العلم ان فضاضة الكلمات وغلضة النظرات تضع حاجزا لا يكسر بين الداعية والمدعو اما مصعب ابن عمير رضي الله عنه فكان رقيقا هادئا متواضعا ذكيا وقد ظهر كل ذلك من دعوته في يثرب كما سنرى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرته بالرجال رأى كل ذلك قبل ان نراه ثالثا كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه من اشراف اهل مكة فقد كان من بني عبد الدار الذين يحملون مفتاح الكعبة ويتوارثونه كابرا عن كابر وهم كذلك حملة الراية في الحروب فهم اشجع الشجعان وليس معنى هذا ان الاسلام يفرق بين صاحب الاصل الشريف وغيره من الناس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي حالة اهل يثرب ولا يريد ان يفتنهم فكيف سيكون حالهم اذا ذهب اليهم رجل ضعيف بسيط عبد او حليف انهم قد يرفضون الاستماع الى الدعوة اصلا لكن مصعب ابن عمير رضي الله عنه رجل يتشرف الاشراف بمعرفته وكان من اغنياء القوم قبل اسلامه بل من اغنى اغنياء مكة نعم هو ترك كل ذلك واصبح الان فقيرا معدما لكن الناس خاصة في هذه البيئة لا ينسون الاصول كما انهم يعلمون ان مصعبا رضي الله عنه لو اراد ان يعود الى غناه وامواله لكان هذا يسيرا جدا فيكفي ان يترك الاسلام ويعود الى الاصنام وستفتح له ابواب الدنيا فليس فقره عن اضطرار ولكن عن رغبة واختيار رابعا سيكون مصعب ابن عمير رضي الله عنه خير قدوة للشرفاء والكبراء الذين يريدون الدخول في هذا الدين وقد يترددون بسبب ملكهم واموالهم فها هو رجل من الاشراف الاغنياء اقتنع بهذا الدين ودخل فيه وضحى بما يملك ورضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا وعندما يرى الناس قدوة حقيقية فانها تكون ابلغ الف مرة من الكلام النظري كما ان الفقراء اذا رأوا ذلك علموا ان هذا الدين هو خلاصهم فهو حقيقة يضم الغني والفقير ويضم الشريف والحليف ويضم العبد والحر وهذا واقع مشاهد وليست اساطير تحكى خامسا سيكون ارسال مصعب ابن عمير رضي الله عنه الى يثرب اعلانا واضحا لأهل يثرب ومكة وغيرها ان هذا الدين ليس ثورة من الفقراء على الاغنياء وسيسمع اهل الجزيرة كلهم بسفير رسول الله صلى الله عليه وسلم وستتضح الرؤية عند من غابت عنه لسبب او لآخر فما زال الى يومنا هذا من على بصره غشاوة فيعتقد ان دعوة الاسلام كانت لعوامل اقتصادية خاصة بالفقراء فها هو السفير المسلم كان رجلا غنيا واسع الغنى ثم ترك امواله ليصبح مسلما وان صار فقيرا سادسا مصعب ابن عمير رضي الله عنه رجلا اثبت قدرته على الوقوف امام فتنة الدنيا ونجح في الاختبار الصعب الذي قامت به امه معه فان كان على رفض الدنيا من يد امه قادرا فهو على رفضها من ايدي الاخرين اقدر وبذلك يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لن يحيد عن الطريق وهو بمفرده على بعد خمسمائة كيلومتر منه سابعا اثبت ايضا مصعب ابن عمير رضي الله عنه قدرته على الوقوف امام فتنة الرئاسة فهو من بني عبد الدار ومكانته في قريش معروفة وزعامته فيها كانت وشيكة لو لا ارتباطه بهذا الدين ولو كان يريد الزعامة لظل على اشراكه ولم يدخل في الاسلام وبذلك يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوضع في يثرب وهذه مشكلة تواجه كثيرا من الدعوات فاحيانا يتأثر الناس كثيرا بالداعية الذي يدعوهم فيتبعونه ويعظمونه بصورة تصيبه بالفتنة فيفتن في قدراته وامكانياته ويبدأ في الاستقلال عن الدعوة الرئيسية وتكون بذلك فتنة كبيرة وانقسام في الصفوف وذلك كله مرده الى حب الرئاسة والزعامة اما اذا اطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان هذا الرجل لا تتحرك نفسه للزعامة والقيادة فانه ولا شك يصبح رجلا مناسبا في هذا المكان وسوف نرى النجاح العظيم الذي حققه مصعب ابن عمير رضي الله عنه في يثرب ومع ذلك لم تتغير نفسيته ولم يطلب ولاية في يثرب او في غيرها ولم ينظر قط الى اتباعه على انهم نتاج عمله بل ظل عالما ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو على كل شيء قدير ثامنا كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه من المهاجرين الى الحبشة في المرة الاولى والثانية وقد عاد اوائل العام الثالث عشر من البعثة ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي طلبه للعودة ولعله كان يريده لهذه المهمة النبيلة وهجرة الحبشة لا شك قد اكسبت مصعبا خبرة في التعامل مع الاغراب والتعامل مع عادات وتقاريد مختلفة فان كان يستطيع ان يتعامل مع اهل الحبشة وهم ليسوا عربا اصلا ويدينون بدين لا ينتشر في مكة وهو النصرانية فهو ولا شك يستطيع ان يتعامل مع اهل يثرب وهم من العرب ويدينون بدين مألوف له بل كان هو ذاته من اهل هذا الدين قبل الاسلام فمصعب رضي الله عنه بذلك يمتلك خبرة قد لا تتوافر في غيره تاسعا هجرة الحبشة ايضا اكسبت مصعبا رضي الله عنه القدرة على ترك الديار ومفارقة الاهل والاحباب فقد الف مصعب رضي الله عنه ان يعيش بعيدا عن بلده ولا يدري احد كم ستأخذ مهمة دعوة اهل يثرب وكم سيحتاج من الوقت هناك فاذا كان هناك رجلا قد علمنا انه قد تعود على الغربة فهذا هو الرجل المناسب عاشرا كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه يبلغ من العمر عند ارساله الى يثرب حوالي 35 عاما وهي سن قد بلغ فيها درجة من النطج والكفاية تؤهله لهذا العمل الكبير فهو ليس شابا صغيرا حتى يتهور ويندفع وليس شيخا مسنا حتى تصعب عليه الحركة والدعوة والمشقة لهذه الاسباب فيما اعتقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابية الجليل مصعب ابن عمير رضي الله عنه لهذه السفارة المهمة وعادت وعادت القافلة المباركة الى يثرب 12 انصاريا ثم لحق بهم مصعب ابن عمير تحسبونهم قلة لا والله بل هم كثير وسترى الايام ان ما فعله هذا الجمع الصغير من الرجال قد يفوق ما تفعله اجيال واجيال كيف كان هؤلاء قبل الاسلام كانوا في الواقع لا شيء ثم كيف اصبحوا بعد الاسلام اصبحوا ملأ سمع الدنيا وبصرها وتلك هي معجزة الاسلام الحقيقية معجزة صناعة الرجال قال تعالى افمن يمشي مكبا على وجهه اهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم سورة الملك الآية الثانية والعشرون انتهى المقال